وإلى الأوضاع في السودان حيث أكدت جامعة الدول العربية أن استعادة السلام والأمن والاستقرار في السودان ستظل من بين أهم الأولويات رغم الجروح الدامية التي يعاني منها الجسد العربي جاء ذلك في كلمة الأمان العامة التي ألقاها الأمان العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أمام أعمال المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه المنعقد في باريس حيث أكد زكي في كلمته أن المآسي والأثار الإنسانية المرتبطة بالصراع الدامي في السودان سوف تسجل بأنها تمثل أسوأ حقبة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال مشيرا إلى أن نحو 11 مليون سوداني هجروا من بيوتهم وقراءهم إلى قرى وأماكن نائية وإلى بلاد مجاورة